سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام ورسول الله. انا بس احب اوضح مفهوم كلام اللي انا كنتم اقوله عمس. اللي انا وظفتي ان انا اضع بعض المشاكل امامنا لكي نضع لها حلوك. اللي حبي يرى انها مشكلة يرى. اللي ما حبي الشي هو حر. انا امامي واسعليه امام الله سبحانه وتعالى. انا اقول لي في مشكلة مشكلة مستهزة. ده كان يقول لي اني خاش امس. ناضع نفسنا في واقع الامور. كنا بنعيش في مجتمع ظالم او في عالم ظالم او في عالم متعيز. ده شيء كنا بنشعر بيه. لكن انا في وجهة نظري امس. نحن نتكلم على كيف نمقذ مجتمع. مع كل الظروب دون ان ننسى ان الهدف اللي وجودنا هو انقاذ المجتمع. ممكن نعد نتكلم في سب كذا وسب كا. ايه ممشي مش كده. لكن الاصل نهاية العمل ايه؟ من اجل الانقاذ وطفل ومرأة وشيخ ومريض ومجتمع. ده بالنسبة الامس. نتبه اليوم انا جايلي بعض الاسئلة كده وانا واقف. اول حاجة فيها المؤسس. وانا بقولها زي ما قلتم بالك انا مش فقيه شرعي. انا لستم بفقيه شرعي. لكني بفهم شوية في الفقه المجتمعي. المؤسس الذي يرفض ان يطلق المؤسسة هو مقرم مجتمعي. وهو كافر بالمجتمع. والمؤسس الذي ياخد الداتا عنده في البيت هو كذلك مقرم مجتمعي وكافر مجتمعي. الداتا ليس ملكه. والمؤسسة ليس ملكه. ولا ملك اهله. ولا ملك مجتمع. ولا ملك عشر تول من قبل. هذه المؤسسة وان كنت انا المؤسس هي ملك المجتمع. لقد حاباني الله سبحانه وتعالى بالفكرة. املكها المجتمع. اما اذا قلت انا وبعض التوفان فانا مقرم. انا مقرم وكافر بالمجتمع. ده من ناحية فقه المجتمعي. ليس فقه شرعي. خلاص? نفرق من الاثنين. ده بالنسبة للمؤسس. ان المؤسس خاصة في الجمعيات الحديثة هو العقبة الكؤون. والمؤسس او المؤسسة التي تأتي ببنتها وابنائها الجمعية من اجل هذا الموضوع عايزة التوظيف. هم مجرمين مجتمعي. نأتي بالاكثر كفاءة. من اجل خدمة المجتمع. اما يقول لكم ايه يا الكرام ده? قلوهم في واحد اسمه كذا. يجوا يقابلوني في اي حد في العالم. كان اتنازع عندي فتوى المجتمعية. ولازت فتوى شرعية. مش انت اللي عملت اعظم امه. احنا واقع حالنا بيقول احنا عملنا ايه? ربنا مش هيسألني انا الا عن ما فعله. كامرأة او كرجو. مش هيسألني عن ابو بكر جل وعنه. وعلي والصحابة مش هيسألني عنه. هيسألني عن انا شاهدت وخبرت هل عملت ام لم اعمل. فضل النقطة التانية. لن تتغير عقلية اي داعم في العالم. الا اذا كنت انت واقف كمجموعة عندكم فكر وثقافة واتحاد. تستطيعوا ان تملو به المجتمع. رفضتم انتم احرار. انا مش جاي هنا او دكتور سيد او دكتور ريد. عملي مش التسابق على المال. من عملية الحفاظ على كينونة المجتمع. نحن ورزيفتنا ورسالتنا ان نبني مجتمع. ها? لان نطعم فقط. الاتعام جزء من بناء المجتمع. لكن الاساس هو بناء المجتمع. الاساس هو بناء المجتمع. الاساس هو بناء المجتمع. واضح? يا بالنسبة دي. في بعض الحاجات اللي اتكلم فيها دكتور سيد في السابق. قبل كده كنا كلمت انتم فيها. استدامة المالية تعرفوا ايه? الوصف الوظيفي. بمعنى انا عايز ناس تفكر معي داخل المؤسسة. ان شاء الله تديك ساعة كل يوم. استطلع علي فيها فكرة. لن تنمن مؤسسة بفكر متكلس. ومتجمد او تقليدي. عفى عليه الزمن. لن. لن لن. الماء الاساس ينفع توقعات مختلفة لما سيحدث في ادلب. ونتمنى اللي ما يكونش فيه ضربة عسكرية. نتمنى هذا. لكن الامر مش بقدن احنا. اللي احنا بقدن احنا بعد فضل الله سبحانه وتعالى نخطط ونفكر ها? لكي نقفف من عناء ومعاناة من سيصيبهم الاذا اذا حدث من الامنين من الابرياء اذا حدث ضربة عسكرية هناك. لذلك انا هاقترح بعد ايذنك يا دكتور انت قطيبة مش كده? انت قطيبة الباهلي. انت قطيبة الباهلي. عندي مسلم. ها? قطيبة ابن مسلم الباهي. عندي مسلم. عندك مسلم في النص? طيب. يوم التلاتة او يوم دارب عتابك ما عندك? ان شاء الله جايزي. تعالها بجنبي كده عشان ايه نسورك وقدام الناس وقدام الناس ده طبعا لنا بختار الى اي حد. بس مش اي حد. من اراد ان ينسق واحده مع بعض. اربع بنزوار كويس. بحيس انهم يعودوا يقلموا وقدح يكونوا تمام مبدأك. كنت معه اولي. ينجم عن هذا الكمعك بعد اخر. الخصوصية. خلاص? ان شاء الله موعد يشتمع. اذن الله تعالى. انتم تبدأ الصلاة حكام الصباح. الصباح الموعد للعمل بتاعك. ابدأ ابدأ بالموجود. تمام نحن لانو الدكتور بعرف يعني الجمعيات من الداخل السوري. سرعي بالمية بغازي عمتال. فتاة نصدق معكم كل نجيلها بعمام لسيان كل الجمعة. يعني يا اول اسبوع يا اخو. انت دلوقتي مين موجود هنا? انت مين موجود هنا? خليل مين ينقحوا دول ويبقوا يلعوا بقيد. فانحنا اذا يعني نقول بلا حراج. اه? مفيش مشكلة. والاتماع مش فرضة عليك من الاجتماع. والاتماع فرضة علينا ان نشوف هاي دين نعمل ايه? كيف انت عايش? كيف انت عايش? كيف انت عايش? انا وظفتي ان انا افتح الموضوع. وانت وظفتي بنكتب من المجتمع. ده تقسم المجتمع. كيف انت عايش? كيف انت عايش? كيف انت عايش? كيف انت عايش? منظومة ومسيرة التعايش. كيفية صناعة منظومة ومسيرة بناء وطن. كيفية صناعة ومنظومة بناء الثقافة والقيم والمعتقدات داخل مجتمع. كنت انا بس مع كلمة كده على يوتيوب من بنت صغيرة فلسطينية تجادل ثلاث نساء. كل واحدة فيما عندها اربعين او خمسين سنة. يسخروا منها. الدوم كلمة ما زالت انا مفكر فيها. كيف تكون ليه ثقافة? وليس ليه وطن. بنت عندها اتناشر سنة. تسأل ثلاث نساء كبار كيف هم تخطحك عليها? ثقافة هي بنت انت? عم تعادي وحيتربها. وده مسجل. كيف يكون ليه ثقافة? وليس ليه وطن? كيف اصنع وطن? وانا لا استطيع ان اصنع منظومة التعايش. يبقى الغلط عندي من عندي انا? في رؤية كبيرة وفي مشاكل في داخل الرؤية دي. التحدي ان نحقق ما نستطيع ان نحققه من اجل بناء المجتمع. واخلال هذا البناء نصنع النقاط او ندع خليطة الطريق لكي نصنع منظومة للتعايش. كل واحد يكون حياتي يبدله زي ما هو عايز. لان انا هنا مش محاضر. انا هنا عفريت. عفريت? عفريت ومن الجن. بس ما انا مش انا بتاع سيدنا سليمان مش كده? طيب. مسيرة وسياسة ومبدأ وهدف ورسالة ومهمة وفلسفة فكرية ثقافية مجتمعية تطليقية تشاركية. اقولها تاني ده كلام الطيارة خلي بالكم انا مقارش كتب. لان انا مش مش قارئ زيكم. مش متعلم زيكم. مش باحث زيكم. اولها تاني. التعايش منظومة ومسيرة وسياسة ومبدأ وهدف ورسالة ومهمة وفلسفة. محافظات من الداخل. ثم عايز يرى يريد ان يرى ماذا? يرى الجيران. المؤثرين سلبا واجابا على هذه البلدة. ثم يرى الجيران الاقليميين. لكي يفهم كيف يتحدث امام الجمهور. انا شخصيا بكلم عن نفسي. مش قلت بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اما ارقيكم. ارقيكم من عيني حسود. بسم الله من خمسة وفمسة. خمسة وفمسة. انا بنزل بالهبلي كده. من غير اي حاجة. واخش في اي ضلمة. وعمل اي شيء. واطلع فانكوش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش حتى لو كنت حافظ الحزيز. حتى لو كنت شيخ الاسلام. ما ينفعش. بدون تخطيط وبدون رؤية. وبدون معرفة. حيثيات ما ساقوم به. ما ينفعش. ما فيش حد هنا مرسل. وورا سيدنا جبريل يوحي اليه. ما فيش حد منه نبي او الرسول. ابدا. ما فيش حد منه معصوم. رجل قدى في الصحافة ستين سنة ولا سبعين سنة. ومع ذلك كان ميجي يقعد يشوف تكوين الدولة. تكوين المجتمع. الجيران الى اخر. انا هخلص دلوقتي. دور القانون اه وضع خلط طريق الى اخرى. حقوقه المظالم. محقة الفساد وهكذا. انا الكلام انتو هتقولوه. انا اريد ان اصنع منظومة تعايش. ما اقول داخل سوريا. هلمة بينها. اشيروا علينا ايها القوم. انتم متحدثين. انا سانسل. انا سانسل. الله. لغة عربية عزمة. انا سانسل. اه. فمن اراد ان يتكلم ومن اراد ان يتكلم فتدلو بدلوها. اول دين الخريطة. لا انا شوف انا لن اضع لك خريطة. لماذا? انا بس وظفتي يا اخ دكتور ايه? اسعد. 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 اسعد الله بك الخلائق كلها. قل امين. امين. واحنا وانا كن من خلائق. انا وظفتي ان انا اقول هنا في ظلمة وهنا في نور. انت بقى وظفتك ان بتصنع طريق اللي يحول الظلمة الى نور. او السحرة الخضار. او الاعمار. او البناء الى اخير. عيب عليا ان انا اجي اعطيك في كل حاجة. وانا زال. الاصل بالفتوى اهل المدينة. ان يرشدوا المفتي الذي عنده علم. انا ما عنديش علم. تلك انا الكلام ده كنته في الطيارة. ولا لانا بيقارق. ولا بعالم. ولا بيمدرب. ولا اي حاجة. انا من الشارع. شارعي المولد طبعا. شارعي العمل. شارعي في حلوة دي. عقبك. انا بدفع عليها الشين بقى. وهيضحك ببلاج دا ولا ايه? هيتحك ببلاج دا? اتفع. مشروع. شارعي. اعمل لهم مشروع وديني فلوس. نبدأ برؤياكم انتم مش برؤيا انا. وانا كنت عايز يكون في حد موجود يضع بعض النقاط دي حاضر. حاضر. كلك عتكلم. حاضر شباب يتطوع يضع بعض النقاط اللي هتقال. انت هتكتب? هتتكلم. هتتكلم هتتكلم ان شاء الله. تكتبي? تعرف تكتبي? شوية. لا مش شوية. تكتبي او ما تكتبيش. لا اكتبي او انت حتى وانت قاعد هنا. في ورق? طيب. لن يتسع الورق. انا ورقة صغيرة. انا انا بالله عليكم انا مش انا انا معنىش حال سعيد. انا وظيفت ان انا عارف بشي. انا عارف بشي بتكالب بالانجليزي يعني بعربة عني. يعني بشي. وانتوا اطلعوا. ودافتوا المخرجات دي تفكروا فيها فيها ما بعد. طيب. فضلي. فضل حضرتك انت بحوة تعالى جانبي هنا. بس ااااااااا. اقتصدوا. انا عندي سؤال بالبداية. فضل. فضل. ثم انا اتكلم عني. نعم. انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سلام. الله وبركاته. بداية دا انا بتشرف انه اتعرف على حضرتك وعلى الدكتور سيد وعلى الاخوين الطيبين في غنطاكي. وانا هذا اول مؤتمر اللي بحثت. اذا كم الله خير. حضرت مؤتمر علمي في اسطابول. السؤال لو سمحت. حضرت مؤتمر علمي عن مساقفة العربية التركية في اسطابول. وهذا مؤتمر التاني. اول الذي. انا اريد ان اعرف شيئا. عن المنتدى الانساني. حاضر. الذي يخوده بطور. او يشرف عليه. حاضر. او رئيسه بطور. مما يتألم? ما هي طبيعتي? اين يعمل? حاضر. ما هي التوجهات? حاضر. بخلاصة شديدة? وهل يمكن لنا ان نشارك فيها? حاضر. حاضر. ثم فيما بعد بعد ما تبدأي ممكن اتكلم عن التعاريش. حاضر. ان دا شيء شخصي للاعلان عن المنتدى فانا ارجيه يكون كلام بيني وبينك. اه. بعدين ان شاء الله. لان انا لا اعني عن المنتدى في مكان عام. اخذ اللي هناك. المحامد تعالى ان اسمك نحا. ايه? افيدا. تعالى افيدا هنا. افيدا محامد. قولي اللي انت عايز تقوله. انا هنا. حاضر. حاضر حاضر. كل هيتكلم. اشكرا. فقط. هنتكلم كيف نبني التعايش. تماما. بداية شكرا للدكتور هاني بنا. وشكرا للمنظمات المجتمع المدني والمنطقة الانساني الاول. فيها تابع. اه. بدي ادخل بالموضوع. تم اخذ الوقت. يا هنانا لما نبني يا دكتور هاني. في امدي انا ملاحظة كتير مهمة. انه اذا بدنا نبني منظومة التعايش في سوريا. تصوروا يا جماعة. لحن السوريون المتعايشون منزو الاف السنين. نريد الان ان نبني منظومة تعايش في انفسنا. بصراحة يعني موضوع شوي متعب. يعني مو متعب. مؤتير مؤلم. مؤلم. طيب اذا كان ما بدنا نحكيه متل ما تفضلت حضر طيب. على الخارطة. مو لازم نعرف نحن شو مشكلتنا بينات بعضنا يا سوريين. شو المشكلة. هالمشكلتنا بينات بعضنا لحنا السوريين. لحنا السوريين. دي اول سور. اول نقطة. طبعا. دي نقطة. لحنا سوريين. اذا سمحت لي. نتمتع بامن. كنا نعيش. ومبسوطين. وعين الله علينا. لكن مو باجراءات او اذارة او ارادة النظام اللي كان قائم. بارادة الشعب. بارادة اخلاق ومنظومة الشعب المهم. اليوم ممكن نجي نقول. احنا بنساوي منظومة تعايش السوريين. بغض النظر عن انه بناء مجتمع مدني الان في سوريا. بناء جديد. وبناءات جديدة. ودائما كل ما بنبني نرجع للصفر. ودائما كل ما بنقول سبينا منظومة. بنينا ثورة. بنينا انطلاقات. بنينا جمعيات. بيرجع مين. يرجع ياخدنا لأول عطبة وأول بلاطة. ليش؟ بالسبب. لحنا السوريين بالعبس. عنا جدار. وعنا متانة. وعنا قواعد. وعنا معرفة. وخبرات. اكبر بكتير من نرجع نبني يا من اول بلاطة. انا باتمنى من حضر طيب. ما نقول كيف بدنا نبني منظومة تعايش. من اول بلاطة. كيف منظومة التعايش التي ارفها السوريين من الاف السنين. شكرا. شكرا. ازاكم الله خير يا اخ فدا. واحسن الله اليك. آآ استاذ من مغلومة السعاء المعيش التي عاشها السوريين الاف السنين. طيب. فضل في حد اخت اخ. اخت اخ. اخت اخ. تعال انت. عاي بتاع انت. انت رح بنين انتت. استعمل انت. explosل ليا. اسجganه اكيت سيدس مماهي. اسبل عق imagine ايلا. CEما هية. سيما هي. سيماة. ر highlights بها فيها. يعمى خد بها حالك من ف生活ور другие. اخبر. امتي ماانا انا منبسفيري بالاصل. اومي تركمانية. انا أنا سفراني، مرادي عشيرة، أمي تركمانية، ستة أرمانية، زوجتي فلسطينية موجود التعايش اللي عندي حتى عنه، وخلص وين المحامي؟ أخواني مشاهدة التعايش لا، اتدمر خلال 50 سنة، تمامًا وخلق عبارة رحمة، ولا كنا عايشين، ولا كنا بحال حسن وأنتو بتعرفوا ما ندخل التفاصيل طائفية ودينية وأخلاقية وغيره لم يكن المواطن السوري عايش في 50 سنة المواطن السوري قبل الخمسين سنة كان عايش تمام، آلاف السنين صحيح، تم تدمير منظومة القيم والأخلاق والتعايش السوري وكنا نعيش التوازن القلق، يعني النواس، هذا في زياب يعرف، لما نضعوا النواس في الأعلى تدفشوا أيدا في شيء يوقع، فكنا عايشين المدير الكلية الجوية جرزي والمدير الفلان علوي والمدير الكلية فلان مسيحي وهي حصة للسنة، هذا متعرف التعايش أن كل المواطنين يكونوا متساوين أمام القانون ومتساوين أمام العضاء والعقاب، ولم يكن ذلك في سوريا ذلك من يقول أنه كنا عايشين أبداً، لم يكن هناك نفس الحقوق ونفس الواجبات تم تدمير منظومة القيم لحد الانقلابات، لحد 1950، يعني الخمسينات، كانت سوريا شعب واحد حقيقةً ليس مجاملي، الشعب السوري ليس هطائفي، ولا ديني، ولا عشائري، وكان متجانس وكان أبناء أي منطقة بسوريا، يذهب إلى المنطقة الثانية ويعيش فيها أخ وأب وعم ويتزوج أنا عمي أب وزوجتي، عاش بجاسم وأحلى أيام حياتي، ووادي عاش بالرقة والثاني عاش بحلق، ولم يكن بين المواطنين السوريين أبداً أيفروا حتى إجاء هذا النظام وخلق التفق بينهم فدمرها كيف نعيدها، أولاً يجب أن نحترف أن هناك تدمير المظومة القيم وتدمير للعلاقة بين الناس، هذه ضائفية، ما محبوب نحن شعبناه ضائفة لأبو صحيح ضائفية، أنا أول ما دخل الجيش حرعة برقة بالألفين وثلاث عشر، تذكى أحونا أبو باها فات النصر يجب لا أبو إذا كان سوري أو غيره كتب لنذبح يا نصيرية، قلت له هاي بي لازم قد نصر إليه، بس مي لازم ولا بتحكت النصر أنه إذن تم تدميرها، إعادتها أولاً صراحة جهود كبيرة جداً رقم واحد، نعم، أولاً إبراز أنه نحن شو عوامل الاشتراك بناتنا كشعب سوري رقم واحد هذا رقم واحد أهم شيء، كثيرة جداً، كثيرة العوامل التي جمعناها ثانياً، إزالة البؤر والأسباب اللي بتخلي كل واحد يتقوط على عشيره ولطائفته، ولدينه، ولانكما أقول إذا لم تزال، إحساس المواطن، ليش يعني الآن بيرجع لقبيته كذا؟ غياب الأمان إذا أعيد الأمان للمواطن السوري، بيتخلى عن طائفته وعن قبليته وعنه أما أنا لجأت إلا أيام الجيش بحر وغيره، سأخاف لأنه أرجع لعشير فيه لنواف الأمان هذول السراحين بتتمنى الخضاعات والعشقة شكراً، أنت سمح، وحضر دور منك أبونا أبو امرهيم تعال قبل، تعال قبل، أنا حسيبك أعضم أستاذ ابراهيم، آدينا الزبت ويمينت أو عن الأخوات المتحدم مرحباً. 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 بفضل. بي بي سي ورمسين لين؟ السوري. السوري. نفس السؤال دائماً ندام نسئل عنه والجواب عنه بسيط جداً. الاستبداد أصلاً الاستبداد هو يحارب العلاقة الأسرية. نحن عشنا الاستبداد دمر الأسرة. اليوم العمل الإنساني تابعنا أو مشروع عمل الإنساني تابعنا فيه مقابل مشروع عمل غير الإنساني. علينا أن ندرك هذا المشروع الآخر المحلمين بقوده في جهات كثيرة من قوده. أنا رأي أننا ندام صراعيين. العمل الإنساني الذي نعدد له. والعمل الغير الإنساني الذي يحتاجهه غيرنا. الذي ينتج منظومة الاستبداد وينتج أيضاً المؤسسات الاستثنائية في المجتمعات وبالدول. لكن نحن في صراع ليس بين الخير والشر. هذا ما هو خير والشر. العمل الإنساني هو عمل إله على هذا تماماً تماماً برسالة السماء للأرض. الذي نحتاجه اليوم. وكل الحديث الذي كان يدور اليوم هو حاول أن يعود الإنسان إلى الفطرة التي هو مفطوراً عليها. الأصل تبعاً. أنا برأي كله موجود عندنا وكله متعرفة وشكراً لكل الجهود القائمين على العمل الإنساني بالمؤتمر اليوم والقادم لأيام الشهور. أزاك الله خير. أخونا أسعد الأخوات لازم يحضروا نفسهم. حاضر. أنت جاي متحفز أنت خايف منك. نعم. نفقاً بالقوارير. أنا فروح اللي بات. الله يباتك بإيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأي التوازن في أي مشتمع ومحافظة عليه المحافظة على التعايش يوجد أولاً المحافظة على نظومة القيم كما ذكر أخي الدكتور عبد الحمان والمحافظة على البسرة وبناء البسرة والثالث المحافظة على القدوات وعندما جاء هذا اللانظام ماذا عمل؟ عمل على هدم القيم وأصبح تراثيلة فضيلة وعمل على تدهير الأسرة وعمل على تدهير القدوات وإخراج قدوات بديلة فلذلك من المهم جداً الآن تعزيز القدوات الصالحة الموجودة في المجتمع أو بناء قدوات جديدة وإعادة العمل على بناء الأسرة بشكل صحيح وتعزيز القياد ومن الإجراءات الآن لو نأخذ إجراءات عن سنوضير قليلاً يجب أنه خطة خريطة طرقين أغرافية ثقافية يعني تغرب كل مكونات المجتمع وبالتالي يجري التركيز على إعادة اللحمة إعادة اللحمة بينها هذه المكونات كما كان موضوع طيبات مهم جداً ليش؟ أنا أذكر حالي ذا في عام 2020 في مدينة حسكة قام بعض الرعاة بإثار المعرى الطائفية من أخواننا من صلاة ويقيني على هذا الحديث الأخونا أبو نافع الأبد الراهيم أنه نريد أن نأخذ ثار الأرمان ولكن قيض لهذه الطائفة مطران كان عيدة وحكمة اسمه مطران قرياطس فقال له أنتم مجانين الآن ممكن تبسكوا كموح لتغتلوهم ولكن أين بقية أهلكم في حلال في حمص في حمافي فكان من الحكمة أنه أدى الأمور هذا الرجل كان يشارك في كل الأفراح والأفراح وهو وبالموقات كان من المسلمين وغير المسلمين والألمان والكدان والأجرين أيضاً هذه الأمور كانت موجودة لذلك أهم جداً أنه يعني أركز على هذه الثلاث أمور إذا أردت أن تهدم حضاراً فتهدم القدوان الأسرة ومولوماً القيام طبعاً لو كان المطران القيام بس في سوريا كان عندنا عنا في مصر سرجيوس والأحد قالت صور التسعتاشر في مصر حتى أنه كان بيخطب في الجامعة الأزهر يخطب فين؟ في الجامعة الأزهر وليسور وليه خطب وطنية في الجامعة الأزهر على المنقر الخطب الإسلامية يعني خطب وطنية طب في أخ تاني كان حاطت إيده هنا هو وبعدين حضرتك وبعدين حضرتك هذا عاديش حلول 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 تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وعني أخوني آآ يعني كل الخلول التي ستطرح بعد الذي أقوله أنا أعودها نتائجا إذا أردنا أن نعرف واقعنا وأن أقول هذا الكلام بصدق بعد جراسق يعني مستفيدا إذا أردنا أن نعرف واقعنا فيجب علينا أن ندرس بيمعان أسباب إسقاط الخلاف العثمانيين أنا الآن لا أتكلم في نتاج أتكلم في الأسباب حتى نستطيع أن نجد الحلول لأن كل الأسباب التي أسفت تطبيق الخلاف العثمانية تجدوها اليوم أماما مثل تبريان أول شيء الخلاف العثمانية لم يكن اسم خلاف العثمانية كانت الخلافة الإسلامية هيك اسمها لكن زرع الأعداء اللي هن القريطانيين واليهود اسم الغلاف العثمانية لتثور الشعوب وليثور العالم الإسلامي ضد فنها فهذا هو التحريق على طائفه وزرع الغلاف ما بين الحاكم والمحكوم بدنا نتبه أن الحكم كان بالقرآن والسنة بعد إصلاف الغلاف العثمانية أنا الآن أبرح مشاكل بضدها تتميز الأشياء ضد المشكلة حطوا الحل عندك بعد إصلاك الغلافين ضد المشكلة حطوا الحل لحال بتعمعك الحل الأمر الثاني يا أخوان بعد إصلاف الغلافة الأسهمية غذيت النعارات القومية غذيت النعارات القومية دعم الأقليات دعمت الأقليات يعني نحن نعرف حينها وهذا المشكلة ليست في سونية فقط هذه المشكلة فرعامة في العالم الإسلامي كله وهذا الكلام أنا أقوله بعد دراس وبعد إمعان في القراءة والمحف هذا كلام أنا من عندي الأمر الثالث وهو كان من قسمة إليهم درجة هنا أو أولوية هو تجريد المسلمين من الإسلامي تجريد المسلمين من الإسلامي يعني جناب كلام تتكلمون عن شيء اسم العمل الإنساني أنا في إسلام ما في شيء اسم العمل الإنساني عيني الذين آمنوا وعملوا الصالحة في شيء اسم العمل الصالح والعمل الصالح يشمل الإنسان والحيوان والنباتة والجمادة والمتحرك والثالث والساكن يشمل كل شيء العمل الصالح ليش تسمي عمل الإنساني بس ما جناكم استشهدتوا بأن مرأة دخلت النار بهضرة حبستها وأن ذغيا من مغايا بني إسرائيل دخلت الجنة بكلب سفدوا بحذارها صحيح؟ فهذا ليس عمل الإنساني هو عمل صالح لأنها عملت مع كلب وأخرى عملت مع قطة المهم التشفيق بالقرآن والسنة التشفيق بالمصدرين مصدر الوحي الأول القرآن طلعوا ناس عيدنا اسم القرآنيين صاروا يختصرون على القرآن ويشفكون بالسنة طلعوا ناس يختصرون السنة ويشفكون بالقرآن كلام طويل يعني نحن حتى ملزم عكس هذه مشاكل شكل نحن إذا وضعنا عكسها طيب ماشي تشويه القدوات التي تكلم عنها الدكتور أسعى والتشفيق بهم هاي المشاكل ضد حلول تبديل القيم الصالحة زوع المثل والمصالحات الفاسدة طبعاً أنا ما بدي أسكر أشياء كثيرة يعني مثلاً العقارب ولا الأقارب كرومة إحجار ولا هلجار أمثلة كثيرة جداً لتفكيك المجتمع التركيز نحن ضروري جداً أن نركز على إسلامنا إن نحن ركزنا على إسلامنا عادت الحياة طبيعية واتذكروا تماماً حياتنا قبل إسقاط الخلافة الإسلامية الإسلامية بعد إسقاطها سنعرف كيف كنا نعيش تردتكم تردت فيكم شيئين ما يتمسكتن به ما لا تقضيه بعده إتابة الله وسلم كذلك الله أخي كذلك الله أخي بوضح بعض المشاكل نبني التعايش بمعنى نضع نقاط على الطريق حلول لهذه المشاكل اللي تكلم علينا أخونا طبعاً أتفضل حديثك دينا كده خامساً التوسيل العقل للدروة ثالثاً المساوات المنطانون سابعاً التأكيد على المنصول الأبقية من الأخلاقية والأسرية ملتقى ملتقى ناجحة المنطانون لكن كشورش فيما معرفة أجد أسرية أنا أشعر أني في الملتقى لمشروع مصالحة لمشروع مصالحة أنا أشعر أني يومين كملتقى لمشروع مصالحة أمين أنا لا أعرفش أسان أنا لا تفاهم المسؤال لكن ممكن أجلو على المين أعجاه على مراشاً لا مولاً يعني على مصالحة لكن شعرت أنه النطاشة والأبعال المشروع والمتقى أنا أمرحس عن أمرحس عن تعيش تعيش مع مين عايش من نظام. مش همختلف معك. ارجع الى نقطة السبب تالي. وحفظة ارجع عليها ولو كنت فهمت خطر. انا لست مكلف من اي جانب. خلاص? عشان بس حكيت ان هو التبعيات دي الناس بفكر فيها مش موجود. مش موجودة على اطلاق. بالعكس. انا فهم انت عايز ايه. بالعكس. الجهات انت فكرة من كده دي. اكتر جهات متحالب اللي انا بقول. لبالك? انا وظيفتي ان انا اقولك فيه امر خطر قدامي. من حقك تلفد اللي انا بقوله. من حقك ما تسمعيش. من حقك ما تعملش اي حاجة من حقك تسمع. ما فيش حد انا شخصي ما عنديش اجندة. اجندتي انتي. تمواطنة سورية. لم اكلف من احد. ولم يكلفني احد. ولن يكلفني احد. ما فيش حاجة اسمها مشروع اكس. او مشروع واي او مشروع دي. اختي فاطلة. انت قلت ده رأيك. قلت ده رأيك. ما انا بقولك انا بقولك فيه خريطة للتعبن. وتكلمنا كلام دنبارة. وان لك فيه سنامي. اخواننا ما انا اتكلم فيه خمسين مرة. وان لكم فيه سنامي جاي. وانا قاعد في بيتي انا اولادي. هعمل ايه? حافز على اولادي? ولا حافز على بيتي ولا حافز على المجتمع? مشان نعمل السنامي. مشان نعمل الزلزال. انتم بارح اقترحتوا قلتوا ان احنا بنعيش في عالم ظالم. ولا غلط? صح? احنا عايزين نخلي الظلم اللي حاصل ده من العالم. يخف عن شعب معايد. سبا كان الشعب ده في سوريا او في اليمن او في اي مكان في العالم. ما فيش حاجة عنده مشروع او عنده اجندة. الامر هنا ان فيه ناس برا بتشوف بطريقة وفيه ناس جواه بتشوف بطريقة تانية. ويهي الامر? حرية شخصية مطلقة. حرية يخدعك من يطبطب عليك ويمشي على هوى الناس. ما بنعصر. النصر بيجي والك كزا 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 ولكن حق في القبول النصيحة او في رفضها. الامر الامر بسيط جدا. فلا بولك ارجع تانية اوضعها. ما في مشروع اللي بحده بتكلم عنده على الاطلاع. بلضبط. عشان بس من مخارفات. السلام عليكم. بالنسبة للتعالج. حسب يعني ماذا وقت تطبيقه. يعني ما بعد. البيطار والنظام يعني او اثناء وجوده. او او شو احسب الالية تطبيقه. انا كنت في مجتمع جبيلوت انت بتحددلي امنا. بالضبط. فكننا اعمل طاولة وحدة لدارة وشين تايدة. برزية. سمارية. علوية. شيعية. سنفية. من دارية اطلاف من دارية اطلاف مخمع سيطر. من دارية سوريا او من دارية عادة من دارية. لنفس الطاولة كنا نعمل فيها. طبعا انا كنت المعارضة. كنت انا كنت قلت لي من دارية معارضة. انا كنت اطلع من المعارضة تتشبهنا. انا بقية لك. فا اول ما قعدنا كل يار ما حدنا محتاجين. شو عدنا لديك كال. اننا احنا قعدنا مع الجزام عقار لوحدة بعد 7 سنين من دارية. بلشنا نفح لقضايا. كل واحد اتعصد لقضيته. وصاعد وشال دات كالاهمية وصار وصار. لكن صدقني خلال 3 ايام اللي قضيناها. هن نغير وجهات نظر كتير. كتير من منهم. تغير وجهات نظر. لاني ما كانوا يتوقعوا اننا نحن كشعب عايش بره. وطلدنا نظامهم. واننا نحن عانا فكر وعانا قضية. كتير منا انه شعر. وارجحنا لقبل النصاع. قبل الاستمراء. ايلا يا يعني هاي العربية اللي كانوا. والله هاي الجزيدية والله هاي الشيائية. اي كانت جارتي يوما ما. بس فدأنا هذا نظام الفاجر. هن نغير الشعب الصوري بحاله. والشعب الصوري بحل مشارك لدينا في الصوري. وبيرجع مع برضه مثل ما كان من قبل. بس انه يرحلوا عندنا. حضرتك. بحالة الشيخ. ماضي. بس سعدين ما اخلوه. ها? دي كلها اخلوها وعيد نظر. لك ما فيش حد جاي هنا بنظرية. علي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. أشكرهم جميعا. وأريد أن أفضح قضية أساسية. وهي. كانوا عندنا. إذا كنا غايدين. يصرموا بالبرنامج. فانتقل الجزء في الموضوع التعايش. التعايش لا يتحقق إلا كما ذكرت. التمر والأخ. تحقق بالعالم. دون من هذا اللي يمكن أن يكون التعايش. والعادل يتعرق. التنمية والاستهار والتقدم والمساوى والكرام. والله هذه منظومة كاملة. ولكن هي الدولة التي تقن بحكية زالة. ونحن طرقنا من ذلك خلال خمسين عام. أو أحسن. انظروا. نحن بولينا في سوريا. بحكم مباعف مزدوج من الزم. أولا بحكم عسكري. ثانيا بحكم دين. بطائف دينية محددة الأرض. جماعة دينية محددة. انظروا. الحضارات العظيمة التي كانت فيكم العالم. إسبانيا. الدغار. إيطاليا. تركيا. اليونان. هذه أعظم هذه الغرارات العالم. تعيش أفتر دول معنا. كانت إلى عشر. عشر سنوات مضل أو عشرين سنة. السبب هو حكم العسكر. من سلزار. من إسبانيا. فرانكو. إلى حكم الأقضاء في اليونان. إلى حكم العسكر المسولي في إيطاليا. ثم حكم العسكر في تركيا. نحن رسوقنا أن هذا اليوم العسكر هو حكم معادل الشعب السوري. وإلى اليوم لم نحلل لماذا هؤلاء المصيرية أو العلويين كما يسمى. هم يحملون هذا العدد. نحن نعلم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية. أريد أن أقول أنه لا يمكن التغيير في أي جنة دون أن نعرف هذه الجنة. فنحن لن نتغير. الله لن نغيرنا إذا لم نغير ما بأنفسنا. فدوم معرفة وقالا لن نتغير. فأنتم في المجتمع المدني أو المنظمات المجتمع المدني. شعبنا السوري ينظر إليكم بهالتين. رؤيتين. الرؤية الأولى رؤية سوداوية سجئة. وأنا كنت أحملها عندما كنت في الداخل. وعندما جرت إلى تركيا ولازلت أحمل جزءا من هذه الرؤية. ولا أخفية عنها. أنكم تعيشون جزء كبير عالي على الشعب السوري وعلى المجتمع الموجود. والجزء الآخر أنكم تعيشون وتعيشون أسركم وأولادكم. لذلك قد طيب عن هذا الوقت. لذلك نريد توضيح هذه الصورة إلى شعبنا والمشتماعين. لأن دورة في المستقبل هو دور كبير وفي الحاضر وفي الكلام. ألي الكلام؟ ولا وطن؟ أرجو المعزرة في مسألها من الداخل. وهي نحن في التركيا. عندنا خطف ملايين سوريا يعيش في التركيا. ونحن لا نعرف إلا الآن العلاقة التاريخية التي جمعتنا نحن العرب والتركي. فمثلا نحن نحتاج إلى شريع القرآن الكريم إن الله إذا وجد بيغدنا نحن العرب. ماذا قدم الأتراف للدين الإسلامي؟ كتبوا الحديث النبوي الشريف. خمس من علماء الحديث الستة هم أتراف. نحن ماذا قدمنا إلى الحضار الإسلامي؟ حكمنا الدولة الإسلامية فقط 192 عام نحن العرب. أما الأتراف فحكموها ألف مئة عام. فنحن وإياهم ومعنا الهرد والبرضة ومعنا المسيحيين واليهود والصابعون تشاركنا في بناء أجمل منتج تقدمين البشرية. وهو الحضارة الإسلامية العظيمة. لذلك أتمنى عليكم أن تكرهوا الواقع التركي وواقع السوري وتجدون المشترم بيننا والمختلف بيننا. فأغلبكم لا يعرف من هو الفارامي. الفارامي هو المعلم الثاني في الفلسف هو التركي البيروني والخوارزمي وكذا. مناطق الحضارة الإسلامية العظيمة والآن التركيزون هم أتناك. نحن ونسى في علمنا وتعليمنا أنهم أعداد جدون وإلى آخر. ونحن هم أيضا كعلن خلال مئة عام أننا خونا وكذا. لذلك بناء العلاقة يحتاج إلى عادة النظر في هذه العلاقة وأننا بيعنيها خدمة لشعبنا. وهذا كله يندلد في إدارة المصدحة الوطنية العليا للشعب السوري والشعب السوري. لكل من ينالي بموضوع التعالج. سؤال واحد. أبدأ لي لكثير من السورة. إذا لا سمع الله جاء الشخص واعتلى على عرضه بشكل قدر. هل يمكن أن تتعايش معه لاحقا؟ سؤال فقط. هذا بينا أقول أنه قتل أهلا. فهذا السؤال أمر هام جدنا. اعتقد أن الموضوع التعايش جدنا أساسا على العلالة الاجتماعية. عندما تتحقق العلالة الاجتماعية يمكن أن نفكر بعد ذلك في باقي جوانب الحياة. أنت سألت السؤال وقابت عليه. لأ أنا ناطر هلأ. شو عبر أنت أقابت عليه؟ أنا موفع لقاب تحت. لا المشكلة. فالأمر الشخصي يختلف عن أمر المجتمع. الأمر الشخصي يختلف عن الأمر المجتمع. أنا بتكلم عن بناء مجتمع. بتكلم عن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة عددية. بتكلم ما فعلته الشروب التي لم تكن مسلمة. وعملة فيها وفي أبناءها على مظاهر السنين والقرون وخرجوا على جنيب المجتمع. وذكرنا هذا المسأل أمس في جنوب أفريقيا. وذكرنا هذا المسأل أمس برواندا. وذكرنا هذا الأمس بلايبريا إلى آخرية إلى آخرية. فنحن نتكلم عن قضية الشخصية أو قضية مجتمعية. أنا ما عنيش مشكلة. وكل ديكتهادات. كل ديكتهادات. كل ديكتهادات كل ديكتهادات. من حقك أنك تأخذ ديكتهاد. من حقك أنك ترفض. صح؟ بحاجة بس عشان الشيخ هيتكلم بقاله ربع ساعة. فكل هذه الأشياء أنا عارض بناها مقلمة للبعض أو للكل أو للكثير. لكن لو إحنا مناقشناهاش أنا 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 بكلم لي يا أخوانا أنا بقو ناقش أمر إحنا عاملين زي مزن إداء. نقطة تنظامة على الناس. بس قبل الشيخ. بس شغله هكذا راح. جلني إذا ما حكيتها. يا شباب. لكل عندما تحكوه النظام والنظام إن ما كنت توري حقيقي مآمن بأنه النظام هذا ساقط آخر بالأخير هذا النظام ساقط ونحن سنعيش شعب سوري كامل. كل هات ما تحكوه أنه صالح النظام لأنه صالح النظام والنظام صار بالله. والسلام عليكم. أنا أقول ما أؤمن به. أنا أقول ما أؤمن به. فما أؤمن به إن أنا عايز أبني مجتمع. المجتمع لا يبنى بالمجرد الحماسة. لا يبنى بخطب. لا يبنى بمقالات عنطرية. يبنى بتخطيب. وبناء ورؤية وإصراك وصدق. لا تحدث تغيير. أما إذا كنا هنعتمد على خطب وعلى كذا وعلى كذا ما يبنى بخطب. ومع ذلك أنا واقف بالوقفة دي. ها؟ وليس عندي أي أجنة. لا 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 لا. هي أفن. هي قصد. أنا مثل عن شيء بالأفق. أنا أنا بكلم. واقف برأي شخصي وإيماني بالمجتمع السوري. أنا سفرت في لكيا. سفرت في اليمن. وسفرت في العراق. وسفرت في السودان. وشفت كل المشاكل وشفت القدرة لي مثل هذه المشاكل هي العاطفة التي لن استطاع أن نحاجبها. ولن استطاع أن نواجهها. ولا نستطاع أن نحولها Reading이면 المجتمع. من أراد أن نتعامل بالعاطفة فليتعامل. مبيش مشكلة. من أراد أن يحقم العقل. من أراد أن يحقم العقل يابنى. يعني دورة اسرائيل. بنية في كم سنة? خيات ميت سنة. انا بقد النظر. انا بتكلمك على الموجود على الخريطة الوقت. ما العاطفة شيء والواقع شيء تاني. دولة يا اخي الفاضل. العملية مش. اخي مش انت اتكلمت? انت اتكلمت? وانت اتكلمت يوقف الاخر تتخول الناس. معنيش مشكلة. انا ليس عندي اي مشكلة. انك تلعني من هنا يا اخي. وليس عندي اي اي غضاة. ده لا لا. ليس عندي اي غضاة. انا بتكلم بتكلم عن واقع الناس وانا رأت. مجتمع موجود في ارض معينة. مجتمع موجود في ارض معينة. مجتمع يؤثر في كل العالم والعرب والاسلامي. احنا مش هاتين نشوفه. خدوا فيه كم سنة. طبعا اهلوا خطب عن طريقة. ما قويش خطب عن طريقة. قاعد يخططوا ويبنوا يعلموا. الى ان وصلوا الى ما وصلوا ليه. كنا اعترف بها دولة وانا مش دولة دي حاجة شخصية. والاسف يعني. نحن نتحدث عن واقع قليم سيسيب شعبانة في المكان المعين. استخري المستقبل. وممكن ما تعملش اي حاجة. لما جمل الحملة للانجليز يحتمل احتل لمصر. من الى قرنة تسعتاشر. كان الناس قليم في المساجد بيفسروا التفسير. مجتمع مش حاجة خالص. سابهم يخشوا. محتولة مصر متى التمانين سنة. وبعدين. بعد ما احتول التمانين سنة. ما نجي نتكلم عن شعب. ما نفعلش العاطفة كسخرة. نجعل انها نحول عاطفاتنا الى رؤية والى منهج والى بناء المجتمع. انا متألم زي ما انت متألم بالضبط. ده لا يفرق بيني وبينك اي شيء. بالعكس. قد اكون انا المي اكتر من الامك. لماذا? لان نسعب قضية زي ما نصعب قضية. بسم الله الرحمن 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 الرحيم جلو الكرام. خلق قرارنا. اشتركوا في القناة 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 كيف نعمل خطة؟ كيف نعمل منظومة عشان نمشي بيها؟ كيف نضع سياسة؟ كيف نكلم مبارح مع الدكتور سيد ونفس الموضوع؟ احنا مش عايفين نكتب مشروع مش عايفين نكتب بستراتيجية اخوانا دي بديهيات فاحنا منبص المستقبل الناس المشردين داخل سوريا ربنا يرفع عنهم البلاء واللي لاجئين خالق سوريا هذه رؤية انتم تصنعوها انتم اصحاب صناعتها بس ارجع مرة النقطة مرة تانية واقول كلمة لو لم تكن لهذه المؤسسات داخل المجتمع المدني رؤية رؤية واضحة في صناعة المجتمع لن تصنع مجتمع بغض النظر عن الموادية اني بتناقض بغض النظر عن الاجلدات التودة احنا من روح اجتماعات تودع فيها اجندات نحن نقشها متى سنصنع الاجندة مساء سنكون اصحاب الاجندة متى سنكون اصحاب الاطروحة انه تودع في الاجندة فينقشها الناس ده اللي احنا نتكلم عليه انه عندنا طاقات بشرية وعندنا طاقات فكرية وعندنا طاقات علمية وعندنا طاقات كل الطاقات موجودة لكن مش قادرين نجمع هذه الطاقات عندنا ثقافات متعددة عندنا عرقيات متعددة وكل دي ميز ميزات داخل المجتمع فالامر من هذا وان كان بعض الاخوة تحمسوا جزاهم الله خير انا بحبوهم كلهم انا مبزعدش محد بزع انا انا مبزعدش امري محازع امري محازع قد يكون يعني ما بش حد عندنا صحب الصوب وصعب الصوب لذلك انا بشكركم جميعا 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 وبوحي الاخوة اللي نظامه المقتخب والمقتخب لم يكن له اي اجندة اسمها ايه؟ خارجية لعكس انا وقفت اليوم وانا ببزد على الهواء يعني ان انا انا المعرض اللي بيسمع اللي بيسمع ليه لانا فيه شيء لابد ننقشه فيه شيء لابد نتوقعه فيه شيء لابد ان نرى حدوثه دورنا حيكون فيه ايه؟ بس لانا انا بقول من مبارح انا بقول نفس الكلام لابد ان يصبح لنا ضور لان يكون لنا ضور الا ان كان لنا رؤية لانا كنا لنا رؤية اللي كان عندنا هدف استراتيجي لان يكون لنا رؤية ودوره الى خير نرى كيف يعيش العالم حولنا يعيش العالم حولنا كيف يخطط العالم حولنا ده اللي انا بقول ولكم الامر ايه مش كده وقت تسمع ايه؟ والامر اوليكم والامر اوليكم بيت ناس ماذا على وانا بقول لأحب حساسيكم انتم من الحب بحبكم كلكم جميعا في الله دخلهم في الموضوع ها؟ بعتزلة 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 أنا بعتزلة بعتزلة تبعسين بحيكة عنا لاي شيخ ألا يحفظون لائكم جميعا إن نقضل جهسافة الموضوع لائدوة